المختار في موسيقى الكون نوتة تترجم الاحساس بأعلى درجاته ليصل لكل من لا يزال في قلبه قسما من صفاء بقي لنا من حضارات شعوب رسمها ولحنها وشعرها وكلامها وصوتها والصوت مزيج فريد متقن من التراث والأرض والاحساس يطفي عليه المبدع من شخصيته وروحه ليخرج مقطوعة مشغولة بالجمال تلون وجه العالم بنفحات من نور ضيفي أتقن سماع السحر وفك طلاصم اللحن وطور الموهبة بالدراسة والتدريب ومزج الكلاسيكية والتراث بالتقنيات المعاصرة فأعاد توزيع الموروث بروح جديدة قابلة للانتشار من الشباب الذين يؤمنون بأن الموسيقى لغة لا يجب أن تندثر وأنها مفردة أساسية في رسم خريطة لشعوب قد تفنى ولكنها تذكر دوما بأن مبدعيهم مروا على هذه الأرض ضيفي المؤلف والموزع الموسيقي السوري عاصم مكارم أهلا وسهلا فيك شرفتني في المختار وشرفتنا في المدينة أفقا يا أهلا فيكم أنا بتشرف فيكم أول سؤال نسألك اليوم باعتقادك وأنت اللي يعني صر لك هكي عم تشتغل في قطاع الموسيقى والتأليف والتوزيع سنوات طويلة هل يعرفك الجمهور السوري وإذا كان الجواب لا فما السبب بتصور أنه في عنا شوي نسميها فجوة أنا بين المقارنة بين الموسيقى الصرفة الآلية وبين الأغنية فدائما هاي الفجوة موجودة لسبب يعني دائما نحن نفكر أنه ليش الموسيقى كعنصر مستقل كفن مستقل ما نحاضر بالطريقة اللي حاضر فيها الأغنية أو باقي الفنون إلا ب مع الدراما ممكن إنه عم هي عم ت تقربها من الناس عم تماما عم ت يعني عم تاخد الدراما لما كان شوي خلينا نقول في مشاعر في عاطفة عم تاخدهم مشهد يعني خدمية أو هي عم تكون لحن لها أغنية فدايما هاي الفجوة بين إنه بين التأليف الآلي اللي هو فن مستقل وعريق يعني عالميا عندنا السبب هو إنه ثقافتنا ثقافة شعر بالمنطقة يعني إحنا بنتزوق الكلمة لهيك نتزوق الأغنية منتزوق القصة الأدب لهيك نتزوق للدراما فدائما يعني بتشوف أنت دائما الموسيقى حاضرة بالشعر عن طريق الأغنية وحاضرة بالدراما عن طريق القصة القصة والوظيفة الموسيقية الوظيفة الدرامية للموسيقى يعني فكفن مستقل شوي يعني خلينا نقول أنه مظلوم شوي مظلوم شوي عم متأكد لي كلام قيلة يعني قبل أسبوع أو أسبوعين في البرنامج وأنه الفن عموما ليس أصيلا في العالم العربي يعني هو طارق على العالم العربي ما أنه من أصل الحضارة العربية إلا إذا استثنينا مثلا الشعر هلأ الفنون عموما بالمنطقة عنه فينا نقول أنه هي لا هي عريقة ولكن يعني ما تطورت أو وقفت عند مكان معين من التطور تمام يعني بلحظة معينة بتلاقي بأنه إذا نرجع للحظة تاريخية سابقة بتلاقي أنه ممكن لأنه كان في شيء متطور أكثر من الغرب بس هذا التطور هو وقت اللي يوقف أكيد يعني أكيد الأطراف الثانية حتى تسبقك شو اللي يوقفوا أنه منطقتنا يعني هي منطقة مر عليها حروب كثير عوامل دينية عوامل اجتماعية وهذا كله يعني بيعمل بثر لموضوع الإبداع هذا سبب تمام هلأ نحصر بطريقة شوف وقت اللي أنه يكون هو فردي يعني عنا عنا كتير حالات فردية إبداعية الفنون طورت فرديا عنا أما كفنون جماعية في عنا في عنا أشكالية بكل الفنون اللي لازم نقديها أكتر من فنان لحاله أما الفنون الفردية لقيت طريقة لتوصل يعني رح نسمع لك اليوم مجموعة من المقطوعات ومجموعة من أعمالها خلينا نسمع أول مقطوعة اليوم شو رح نسمع مأمون المقطوعة بعنوان دمشق القديم هاي من ألبوم ألوان سنة 2014 أطلقته لهذا الألبوم صحيح هاد الألبوم 2014 لكن دمشق قديمة قدمت في افتتاح دار الأوبرا ب2004 ياريت فينا صفق هلا وتطلع إلى أنه فعلا يعني ساحرة جدا القطعة اللي سمعناها وفي أشياء غريبة يعني أول شي بتحس حالك للحظة حتى لو ما كنت سمعنا من قبل بتحس حالك بتعرفها ما بعرف ليش تاني شي فجأة بتحس حالك عم تسمع شي كتير دمشقي كتير شامي كتير سوري شرقي وفجأة بتحس حالك تلعت عم تسمع شي بدولة أوروبية يعني عمل هذا الميكس الفضيع حكي لي عن هالإطعاب الزات وحكي لي عن الآلات اللي استخدمت أثناء توزيع اللحن تمام هلا دمشق القديمة هي هو معنو عمل ميرودي أو خلينا نقول تيمة أو جملة موسيقية تلحنت بعدين نعمل لهذا التوزيع الأوركسترالي هو تكنيك شوي يعني داخلة كليا هي بالتكنيك ككتابة التكنيك الأوركسترالي إنه نحن نكتب عموديا مو أفقيا فهلا هالإطريقة لما نطبق على الموسيقى العربية عادة عم يكون الخلل بتطبيق هاي الطريقة بإنه نحن عم نجيب لحن أفقي بعدين نحن عم نوزع عم نشوف بقى شوفينا أما وقت اللي نحكي عن عمل أوركسترالي نحن بنا نكتبه كلها تموتا كامل مع بعضه بما يعني بيتضمن حتى هو كتب للأوركسترالي تماما تماما هو ما نعمل له تحويل أو كسرة فبهي الحالة نحن من رعي أشياء شوي يمكن تقنية أو تفصيلية إنه تعمل يعني أساليب الأداء كمان بتكون مكتوبة على أساس منطقي يعني دون تدخل للستوديو لحتى أنت توازن بين أصوات الكتلة الموسيقية هي المفروض تكون مكتوبة أساسا بطريقة منطقية وموزونة بطبيعة الحام تمام بحيث أنه نفس العمل اللي هو موجود عن تسمعه سيدي أو تسمعه تراك على أي شيء مالتيميديا يعني هو نفسه فيك تسمعه على المسرح فهي الأوركستر أدراني موجودة موجودة محلي محلي كتير كتير صوت تجارب موسيقى موسيقى تسمع موسيقى بالحقيقة موسيقى 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 الحالة العرب بشارات ودراما تمام وكأنه ما عندكن حال تالت تمام هلأ هلأ هدا المكان بالفعل ضيق يعني بالفعل هي معادلة صعبة أنه أنت تقدر تعمل كل شيء لحالك بعمل جماعي بهيك ظرف أما بخصوص الجمهور يعني هلأ يعني أنا بشوف بأنه جمهورنا معنه قليل ومعنه ونوعي إذا بدك وحتى أنا يعني مؤخرا جيل الشباب يعني عم يسمع موسيقى أكتر يعني اليوم سابقا كنت ما تشوف أنت أنه خلص الساعد أنا عم يسمع أغنية اليوم بتشوف حالا حاضر ترك موسيقى وعم يسمع مشار يعني بس غالبية الشباب فعلا معك أنا ولاحظت بس عم يرجعوا لسمع أشياء من شرقية لأنه مقدمة بطريقة وصلت له بطريقة صح تمام اللي وصلت له بطريقة تقنية صح يعني اليوم لما بدك توصل لجمهور بطريقة صح بدك بحاجة production يعني أنت اليوم معك أوركستر عم تكتب لفورم يعني هو مانو يعني مانو بسيط أو أنت ما فيك تقدمه مع ثلاث عازفين أو أربع عازفين وتعمل فيديو صغير وخلاص هذا هو لا اليوم عم تحكي عن أوركسترا وعن أوركسترا يعني بظروف كتير كتير صعبة يعني عم تنرفي يعني فيه نقص بالعازفين فيه نقص بالآلات إلى آخر بالإضافة لأنه ما فيه توجه عام أو أو فهم حقيقي لفكرة بأنه بأنه الموسيقى بمكان معين أو الحركة الموسيقية بيصنع المؤلف يعني الهوية هوية المكان الموسيقية بيصنعوها المؤلفين يعني وما تبقى هو الجانب التنفيذي فإذا ما بدوكم فيه انتباع لهذه النقطة فيعني أكيد الوضع بدو يضل يروح للأسوأ يعني مين عندنا مؤلفين اليوم من تبهين لهذا الموضوع فيه مؤلفين سوريين وفيه أسماء مفتخر فيها بس للأسف أنه فلوا بافل يعني 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 اليوم ما عم يقدروا يعني إذا موجود الواحد بهذا المكان ضمن هلأ كل الصعوبات أوكي هو عم يحتملها وهو أصلا يعني حتى مثلا إذا بدك ألبوم ألوان ألوان يعني سجلته بـ 2014 يعني حتى كنا نروح تحت القزائف وتحت الماشي لحتى نقدر نحن مثلا نعمل شي بوقت كان يعتبر عمل إذا بدك إنه جنان هذا إنه خدا عم يعمل الموسيقى هلأ بيعدل الظرف اللي كتير أوكي في ناس لا ما يعني ما حتملت إنه تكون هلأ اليوم في شباب كمان جداد عم يشتغلوا هلأ أنا بدي يعني ادعي المؤسسة الثقافية إنه أوكي أخي إنسى عاصة مو أنا يعني إنه انتبغوا لهذا الشباب يعني يعني بالنهاية إذا بتكون تطوروا مكان فنيا تكون تعملوا بتكون تعملوا موسيقى بتكون تعملوا مؤلف يعني تكون تطوروا حالة يعني هوية موسيقية يعني يعني ما في بلد ما عنده هوية موسيقية تماما اليوم لما بتحكي عن الموسيقى في مصر بتقدر ترجع بالزمن 150 سنة على الأقل مؤرخ طبعا لما بتحكي عن الموسيقى في لبنان نفس الشيء بتقدر على الأقل تستند ل 70 أو 80 سنة من أعمال الرحابنة ولكن المشكلة إنه نحن اليوم في سوريا ما عم نقدر نقدم هوية موسيقية سورية خاصة فينا وللأسف ما يصل إلى الآخر من الموسيقى السورية هو ميزورين ثلاثة معزوفين على الكيبورد ما يكرس بإعلامنا فقط يعني هذا اللي عم يصل أما الأشياء الثانية المهمة أنا يعني متأكد بؤمن بالإنسان السوري بؤمن بؤمن بالطاقات السورية بؤمن بأنه فيه شباب كتير عم يشتغلوا كله ناقصوا انتباه لأنه عدم الخلط بين الفنون الجادة والفنون اللي نسميها نحن الترفيهية استهلاكية مو مشكلة الإعلام يخلط إذا بدك المشكلة إنه المؤسسة الثقافية هي تخلط أو يصير هذا معيارها يعني هذا هم بتبلش أنت عم يعني هذا يعني هذا مؤشر خطر طبعا تماما هذا مؤشر يطمس هوية لأنه من يجرب أن يكون أمين على حالة التوازن هم من يقوم بإخلاله أنت تتحول هون لمستورد يعني تماما عم تستورد ثقافة والشيء اللي عندك أنت ما عم تشوفه ما عم تقدمه صح ما عم تكرسه فهذا يعني هذا الخلل يعني هو ما بيطال بس الفنون إذا بدك يعني بيطال المجتمع كاملا يعني وهذا عم ندفع تماما يعني بتصير حالة إذا بدك متسارعة من الانحدار بكل الأشياء يعني وشفنا شو صار رح تابع هذا الحديث الجميل مع الفنان عاصم مكارم ولكن بعد الفاصل المختار أنا واثق أنه الناس مستمتعة للأقصى مثل ما أنا مستمتعوا وعم قول إن شاء الله ما حدا يقول أنه تركون عم نسمع لأنه هذا المنطقي بهذه الانسيابية وهذا الجمال اللي أخدتنا عليه بالمقطوعة اللي كنا عم نسمعه الدوامة أيضا من مجموعة ألوان لا الدوامة هو عام الخارج مجموعة ألوان هاي قدمته بالـ 2016 هذا قدمته بمهرجان الموسيقى العربية خليني حكي عن بداية عاصم مكارم في الموسيقى وأنت تلمت على إيدين أهم الأسعاد مثل الموسيقى درست معظم يعني ما يمكن دراسته من حيث الفنون سواء كنا عم نحكي عن الصوت وسواء كنا عم نحكي عن العصف وطورت مهاراتك وأيضا يعني لم تكتفي بالدراسة محليا أنت درست في أوروبا وبعدين جبت خلاصة هاي التجربة وقدمت هون حكي لي عن هاي المراحل من الدراسة وشو اللي بيخلي الشاب يروح بدراسة الموسيقى لهالبعد يمكن يعني هاي الغريزة الموسيقية اللي بتوقف عند مكان معين يعني فيش فطري أنت بتقدر تعمله بيوقف بيصطدم بحاجز بنقص المعرفة فبلش تفقد المتعة اللي بيبلشو أدواتك يكونوا يصيروا قاصرين عن تلبيتك تماما عن تلبيتك حاسس بشي كتير يعني خلالي نقول كتير أكبر بس أنت ما عندك كتير الأدوات لتقدر تعبر عنه يعني هذا الدافع الأول اللي بيخليك أنت تروح تشوف شو بدك تساوي كيف بدك هذا النقص ترممه أو تعوضه يعني فبلشت هيك هلأ بلشت بطريقة يمكن هلأ عاصم الصغير كان يسمع شو؟ هلأ كنت أسمع السائد يعني بس أنه كان يجزبني كتير شوف كنت المسفر كبير بين مثلا المسيئة اللي نسمع العموما وبين مثلا اللي كانت تحطها ديزني مثلا أو الأفلام كرتون أو الأخري لأنه كان فيه هناك أوركسترات وكذا فهي موسيئة معمولة كتير منيحة يعني هلأ ديزني يعملوا بطريقة موسيقية كتير متطولة ولهيك اليوم كل أعمالهم الولاد والشباب اللي صاروا كبار حافظين الموسيئة تماما يعني هلأ هون بيأخذنا هذا الشيء تاني على الهامش يعني مثلا إذا بدك يعني أمريكا عملت غزو ثقافي بطوم أنجيري يعني عمليا الكوكا كله بيعرف هذا النوع يعني طلع على بهم أنه المنتجين وكعتبينه أنه سوري الأصل تخيل مظبوط الشخصيات الكرتونية حدا من أصل أصل سوري استفادوا منه يعني شايف هاي مثلا شيء عمضوي علي اللي كنا عم نحكي فيه يعني بس أنت بتشوف قدي هذا العمل كان يعني قدي كان متقن قدي أخذ جهد قدي الموسيقى اللعبانة دور يعني يعني بالأول أنت بتعرفي تبنى الموسيقى بتؤلف بعدين تصير المشاهد فهنا بشغله يعني فرام 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 يعني أجزاء من الثانية كل المشهد ومع ذلك يعني كل جزء من الثاني أنت حافظه وتقدر تطبق بالصورة بس تسمعه وتقدر تغري تتخيله الصورة المرافقة تماما فهي من الأعمال اللي كانت واصلتلي يعني متقنة يعني كتير بالإضافة لأكتر من ساوند تراك لأكتر من شيء أغلبه كارتون وهيك يعني لقيت توجيه أسري معين بهذا الإطار ولقيت مكان من البداية أم مثل كل معظم أسرنا يعني بيعتبروا أنه هذا جزء من النشاط الإضافي اللي فيك تعمله إلى جانب أشياء تانية النشاط اللي غير مقنع كمان بمرحلة معينة أنه أكي أنت لازم تعمل تروح تعمل طب أو هندسة أو كذا كالعاد تماما هذا الشيء التقليدي يعني بس ما كان ضاغط أبدا يعني يمكن أنا محظوظ شوي بهذه ناحية في تقدير أعلى شوي للفنون ولكن ما في يعني ضمن هاي الزائق العام يعني فبديت بهذه الطريقة عملت أشياء يعني هي العلاقة بأنه بأنه أنت يكون إليك رأي بعمل ما يعني عم تسمع غنية مثلا نقول أنه أنت تحب لو تكون أحلى هيك أو هيك فبتجي أنت بتحاول تعمل بهذه الطريقة تقدمها برؤية جديدة تمام هذا تطور لاحقا لحتى فتل المعهد العالي الموسيقى كنت مألف كم شكل كمان لما فتت على المعهد شو اللي صحرك في جو وخاصة أنت درست على إيدين فيكتور بابينكو الراحل كبير اللي معظم موسيقيين اليوم تلمثوا فضل كبير على كل الموسيقى السورية على الإنسان الله يرحمه هلأ أنا كنت محظوظ بأنه أنا حضيت بوقت طويل معه لأنه أنا عم أدرس الهارموني والتوزيع الأوركسترالي قبل ما فوت للمعهد يعني ضليت قريبا سنتين عم عم أدرس التقنية التوزيع الأوركسترالي والهارموني بشكل عام والأساسيات يعني بعدين فتع المعهد على المسيقى فكانت هاي مرحلة كتير في تأسيس كان مهم ولما انتقلت إلى أوروبا شو اللي تغير وشو اللي اكتسبته من هنا اللي اكتسبته هو شي كمان يعني كتير مهم على المستوى التقني يعني تقنيات الكتابة لأوركسترالي تقنيات قياد أوركسترالي وتقنيات الكتابة لأصواب بشكل عام يعني ومنظور مختلف يعني نحن ندرس هون المدرسة الروسية المدرسة عريقة جدا المدرسة الشرقية الأوروبية يعني شرق أوروبا عمليت مؤلفين عظماء يعني تشاكوفسكي مثلا شرساكوبيتش بروكوفيا أوكي يعني هذول كلهاتهم أولاد المدرسة الشرقية بس نحن أوكي كمان وقت اللي تشوف كمان المدرسة الغربية إنه تقنيا كيف بيشتغلوا هذا شوي بيخليك بيفتح شوي يعني بصير سقف أعلى بيفتح الأفق أكتر يعني الخيال خاصة إنه حتى بأوروبا يعني وفي غرب أوروبا في هونيك أنماط موسيقية يمكن نحن ما كتير وصلتنا رغم إنها كتير مهمة وكتير قوية وبمكانة تاركية يعني بصمة مهمة فهذا بتصور لا يمكن اكتسابه إلا إذا كنت موجود هناك تمام هاي من جهة ومن جهة تانية نحن حتى اللي بيصلنا من الغرب بالمناسبة نشوف هو اللي كمان مكرس هناك تمام الحالة الثقافية الحقيقية بالمناسبة يعني شعن ما نظلم كتير نحن الوضع عنا يعني عالميا الثقافة معنا بأفضل حالاتها أوكي يعني بس إنه في انتباه أكتر إنه هاي المؤسسة ضل موجودة مثلا مشروع أوركسترا في العالم كله هو مشروع خاسر هو المشروع بيظل مستمر لأنه لأنه هذا المكان هذا البلد لازم يكون فيه هذا الوجه الثقافي لازم يكون فعال لازم يمثل الفنون الجادة فعمليا إذا بدك تشوف أنت الحالة اللي هي ناجحة مثلا جماهيريا وحتى كمشروع اقتصادي ناجح أنت بتشوف يمكن عندك اتنين أو ثلاثة من الأوركسترات العريقة في كل العالم اللي هي أصلا هي مثلا مثل برجلين في الهارموني أو اللي من أشهر مثلا أنت لازم تحجز تكت لا تقدر بعد ذلك هي مدعومة من مؤسسات يعني لما يتقدم عمل صاروا يعملوا شيء معاصر يعني لما يقدموا عمل معاصرة يعني اضطروا وكأنه لحتى يقدروا يستمروا يسايروا الجولعة نوعا ما يعني صاروا يعملوا شيء بأنه طلعوا من الكلاسيك يقتربوا من الشارع أو تماما يقتربوا أكتار يعني في أشياء يعني الفنون راحت لمكان مختلف شوية عن الشيء الكلاسيكي اللي حتى واصلنا اللي هلأ عم يصلنا إذا بدك كمان أي كلها تراحت لأماكن مختلفة هلأ في أماكن تطرفت كثير يعني يعني بالكنتمبراري الموزيك يعني أنا بشفاء متطرفة شوي زيادة بالصوء أنه صارت قدم تقوس يعني صارت قدم حالات لون صوتي طقس معنو يعني طقس صوتي يعني معنو عمل موسيقي لدرجة أوقات عاصم يعني وتأكيدا لكلامك أنه تسمع تجربة موسيقية يعني بتحس حالك أنه بحاجة لمترجم وهذا عكس عكس الشي اللي نعملت كرمانه الموسيقى طوام عمل لأنه الهدف الأول بتحكيت شغلة كتير مهمة نحن هلأ أوكي عم ركز أنا على الثقافة أوكي ماشي يعني لازم يكون في حامل معرفي وفكري لأي عمل بس الفنون هدفها الأول هو الامتاع يعني أنا إذا ما ما استمتعت بعمل ما رح تصلني الخيمة الثقافية والفنية اللي فيها ما رح حس فيها بدي استمتع أنا هلأ فيه فيه أعمال بتكون هي مركبة ومعقدة ولا تحمل قيمة أوكي وفيه أعمال لا هي فعلا صعبة شوي للاستماع وأنه ممكن أنه بدها زائقة شوي متطورة بس تحمل بس تحمل يعني وأوقات بيكون فيه أشياء بسيطة كتير بس ذات قيمة مهمة صح؟ طبعا طبعا ما هو هلأ هون مثلا نحن نحكي عن الأشياء البسيطة نحكي عن التيمة الشعبية اللي عنده هذا ما نو سهل هذا ما نو شي يعني أوكي أنا ضد أنه نظل نحن نعمل حالة اجترار للتراث ويلا هذا هذا اللي صار فترة من الفترات هذا مزعج هذا هذا بس هذا لا ينقص من القيمة الحقيقية يعني جملة يعني سقلت عبر مئات سنوات وبتنتقل بطريقة بالتواتر يعني طريقة أنه فلان غنى هيك أخذ عنه معنى تدوين موسيقيا صحيح فأنت فيك تشوف هاي التيمة أو هاي الغنية يعني قدام رأيت ب يعني قدية صمدت سنين لحتى وصلت لإننا فإلى مكانة محفور باللاشعور الجمعي تبعنا هذا بيأثر فينا بيأثر بالموسيقى اللي بنعمل عنها حتى وقت اللي نجي منها نكتب موسيقى معاصرة أنا ما بدي استعمل موسيقى تراثية أو ما بدي استعمل التيمة الموسيقية الشرقية لحتى أنا أعمل عمل أوركسترالي أنا بدي أعمل عمل كل يام مثل العمل اللي كنت عم نسمعهم شوي الدوامة هو كل يام تقنيات أوركسترالية غربية معنى تقنيات محلية نهائيا وما في آلات شرقية هلأ هذا العمل بعيد كلياً عن أي شيء يمتبصل للتراث الموسيقي الشرقي بس لا شك بأنه يعني أنا متأثر بس على الأقل ما بيحسك بغربة بنفس الوقت لأنه هو اللي مألفه حدا ابن هاي البيئة تمام يعني فيه باللاشعور الجمعي يعني هاي الجمل اللي أنا عم اكتبه بتروح معي بتصرفه على جمل تاني أنا بحرفها عاصم تنكر أنه في بعض التجارب الموسيقية وعلى مدى سنوات هي يعني من حيث يعني بنية مسبقة أم بغير قصد نقت بنفسها عن الجمهور وهذا الشي سبب بنوع من الغربة بين الموسيقى الجادة أو الكلاسيكية وبين الناس وصاروا يحسوا أنه هذا شيء ما بيشبهن تمام هلأ في بعض الموسيقيين تطرفوا إذا بدك صار في حالة متطرف مزبوط وأنا بشوفوا رد فعل يعني رد فعل بأنه كل ما زاد خلينا نقول أنه هذا الضغط عليه للواحد وأنه الموسيقى طبعه معنى شعبية معنى جماهيرية فهو بيروح بيروح بالطرف أكتر بيصير نخبوي أكتر للسان أنه كنوع من الإصرار أو ردة أو ردة الفعل ردة فعل يعني مزبوط في هيك شيء بس يعني بالعموم بالعموم يعني المؤلفين معنوا المكان جيد المؤلفين معنوا المكان جيد لا يعني إذا ما كان هو بيشتغل الدراما وبيعمل وبدو يقبل أي عمل الدراما بالمناسبة يعني اليوم ما في كتير كمان حتى سويت الدراما يمكن يعني كلنا ملاحظين أنه كمان عم تنحدر يعني فإنه بديو يشتغل الدراما ويرجع يعني بالمحصل هيعمل أغني أو أو بديو يعمل شيء كتير ترفيهي كتير ترفيهي أو أو بديو يقدم موسيقى جادة بقالب ممتع هذا الخيال اللي أنا عم حاول بس ما في إمكانيات لا ما في إرادة ما في إرادة وبديو يضحي بالإرادات تماما وبديو يضحي بالجماهيرية بين قوسين اللي هي ممكن أو الشهرة أو هالأصص كلها تمام هلأ في شي هون في حلقة يعني خليني أزعم أنا بأنه أنا أدران شوفها أدران لقيها وين يعني بأنه أنه نقدر نقدم عمل في حامل معرفي وثقافي بيحمل معنى ولكن بقالب ممتع نقدر نحنا نوصل نخافز على التامة يا أخي ما نعمل موسيقى يعني كثير هيك معلقة بالهواء يعني ما عم يفهم الواحد شو ما يصير لا نقدم له تيما نقدم له حس إيقاعي معين بس نأمتع بس على الأقل على الأقل يعني بالشي اللي عم تقوله حضرتك أنه على الأقل يكون أعمل هذا التوازن يعني المتعة مع الشيء جيد تماما يعني 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 أدرانين نعمل هذا التوازن وممكن أنه يصير بس نقصنا شغلة مهمة نقصنا إرادة نقصنا إرادة مو إرادتنا نحنا إرادة جمعية تماما تماما يعني إرادة إذا بدك مؤسسات يعني منتابع هذا الحوار مع الفنان عاصم مكارم مو طبيعية الأطع رائعة حبيتها وقديش حلو هذا المزيج يعني فجأة بتسمعه أطع بتحسها غربية فجأة تغرق في الشرقية وبتقلب هالمقامات بسرعة وبتفوت كتير حلو اللي عم نسمعه وكتير بيستحق التحية عاصم شكرا عاصم غريب فيك ركاس اسمه الأطع ليش كسميته هلأ إذا ملاحظ العمل هات الستايل هو اسمه بوزانوفا اللي هو التبع أمريكا اللاتينية وبنفس الوقت وكأنك متأثر شوي بالموسيقى اللاتينية بحب اللاتين بالفترة اللي كنت عم أكتب فيها الألبوم بالمناسبة كتير كنت حابب ما أنا متزمت لنمط معين بس بالعموم بحس بأنه ما بحس بيشبهنا شوي في شي يعني أمريكا اللاتينية فيها شي بيشبهنا ما بحرف شو هو يعني صحيح العمل بالكاركاس معروفة بالبصانوفا بهذا النوع من الأعمال وفي كتير تجارب شخصية إذا بدك بهذا المكان وفي فكرة حتى الغربة كيف وممكن يدخل تدخل الآلات العربية تعمل تامة ضمن البصانوفا ونرجع لهذا المكان فهو هاي فكرة العمل عمل هيدا عمل نقلة زمنية تماما بين الشرقي ومعنو الكلاسيك بين الشرقي واللتن حكيت عن الغربة عاصم واليوم معظم الفنانين الموسيقيين السوريين بعد يعني لما بلش المعهد العالي للموسيقى و الله يرحمه الأستاذ صلح الوادي وكل من تخرج من أسات هنن فعلا مهمين كتير ودرسوا على إيدين أسات اليوم عم يروحوا واليوم عم يصيروا بره وعم يصيروا بأوركسترات بره وعم يصيروا يعصفوا بأهم فرق في العالم كله وعم نفقد هاي القيم وهي يعني حتى أنت كتاب تحكيلي خلال الفاصل قديش عندك عروض من بره وقدي بتشارك بره أكتر ما بتشارك هون وقدي بتاخد جوايز بره أكتر ما بتتكرم هون أو حدا بيلتفت لشي اللي عم يتقدمه محزن ومخزي بنفس الوقت الشي اللي عم نحكي لأنه بتحس حالك أنت مانك يعني مانك فقط فنان يعني مانك فقط أنه أنت بدك تأدي عملك يعني هذا الشي اللي كل لاتنا بتمنى نوصل لهي اللحظة بتلاقي حالك أنت عم تفكفك الغاز يعني موجرد يعني أنه أنت عم قادران تتفرغ لتكتب موسيقى أنت بدك تتابع تفاصيل إدارية مفروض ما تكون مشغول فيها أنت بدك تتكتب وتكون عرفان أنه هاي الآلات موجودة أو هدول الموسيقيين موجودين أو مانون هون أو هلأ شو عندهم أو مسافرين أو عنا نقص بهي الآلة أو بهي الآلة يعني هذا فضلا عن موضوع للقصة السوية يعني أنه أنت يعني صار في عندك نقص كتير بالكوادر وكبير ومع ذلك يعني ما زلنا لا نفعل شيئا ما بيكون في حل ولا عم يكون في محاول تستدرك ما عم يكون يعني عم يكون في شيء إذا بدك حتى وتقولي نعمل أي محاولة عم تكون كتير شكلية يعني فارغة من محتوائها إذا بدك عم نطفش العالم يعني يعني مؤخرا صرت مقتنعي يمكن أي يعني يمكن يمكن مو بشكل مباشر يعني بس بشكل غير مباشر يعني يعني أقدم له كل شيء بيخليون وتشوه تمام يعني ضئني يعني أنا بحكيها أنه أنت ممكن طبيب تعمله بستة سبع سنوات ثماني سنوات بيصير عندك طبيب بس اليوم وسيئة بده يكون فيه عنده استعداد فطري بده يكون فيه مبلش من عمر ستة سبع سنوات لا يمكن عمره كله خمس سنوات من المحة تخلق لا يمكن أكيد هذا أكيد لا يمكن أنه أصلا إذا بدك الأكاديميات لا يمكن تخلق فنان هذا ما بعرف مين قال ديكارت أو سارتر أنه عم يحكي عن مفهوم الأكاديمي بأنه مثل اللي حمل مصباح وخرج يبحث عن الظلام يعني تمام فاليوم ما فيك تتعامل أكيد بس أنه يعني بناء أنه اللي يكون عندك كادر موسيقي أكبر ونوع يعني نحكي عن الكم ما في كم إذا نحكي عن النوع فالمفروض يكون فيه إجراء بالحقيقة طارئ يعني أنا كثير يمكن أول مرة بركز على على قصة أنه يعني شو عم تعملوا وليش عم تعملوا هيك لازم يكون فيه إجراءات وإلا نحنا بمكان فنيا جدا سيء ورايح للأسوأ يعني صحيح طب حكيي عن جولاتك في العالم والأماكن اللي عزفت فيها وقدت فيها تركت فيك أثر أكبر عفوا هلأ بشكل عام بفترة وجودي ببريطانيا قدمت كان عنا باند اسمه عملنا حفلات حتى من اسمه يمكن فيك تنتبه أنه عاملين شي له علاقة شوي بالموسيقى العربية عملنا حفلات تقريبا بمعظم مهرجانات بأوروبا هيك يعني كنت أنا اكتبع الموسيقى لهذه لباند لا مو لأوركسترا انا باند صغير كالنا ست موسيقين هلأ بالنسبة للموسيقى الأوركسترا أو الموسيقى اللي بيكتب ها تقدمت بأكتر من مكان أوركسترا بيرن بسويسرا قدمت أوركسترا دي بارشلونا قدمت أعمال اللي عملت شي بموراس بغرب بإسبانيا مهرجان مشترك بين إسبانيا وبرتغال له علاقة يعني بالموسيقى السيمفونية بالتشكيل السيمفونية وموسيقى الحجرة كمان فقدمت أعمال فيها تقدم أعمال بالحقيقة هو يعني أنا يعني ناطر تسجيله لحتى يجيني مؤخرا أيضا بسويسرا بألمانيا عملنا بمهرجان بيرلين للموسيقى الحجرة والوارد ميوزيك كان مشترك قدمت في كمان عملت حفل آخر كمان كان هاي محطة كتير بحبة أنا بالكرينك اللي هو نادي الفنانين الهولنديين اسمه هذا المكان يعني الموجودين في أو اللي بيسمعوا الموسيقى تبعاك أنت عمت قدم موسيقى لجمهور لنادي الفنانين الهولنديين يعني هنن أساسا هنن كلهم فنانين تماما هنن فكان يعني كنت حاسه امتحاني ممكن أكتر ما يكون حفل وفي مشاركات كتير عربيا طبعا في في أكتر من مكانها مغرب عملت مهرجان رباط السينمائي أخذ جايزة في قطر أخذت اللوخة الحريول الابداع بالألفين وثمانا هذا الحكي نعم تزعى لما بتشوف اليوم دول يعني كانت ما كتير عند هذا التاريخ الموسيقي صارت عم تبني صروح ثقافية موسيقية مهمة دور أوبرا عم تعمل أركسترات كبيرة كتير يوم أركستر قطر يعني مخيفة رغم أنه كل عازي فيها منو قطريين ما زمن إنجليز تماما يعني بديلك شغلة يعني اللي ما عنده ثقافة عم يشتري ثقافة لوفر عملو بدبي وصاروا يشتروا التحف ليحطوها تماما يعني حرفيا هنن عم يشتروا ثقافة ونحن عنا ثقافة عم نبيعة عم نبيعة يعني أو ما عم نبيعة يعني يا ريت عم نبيعة عم نبلاش خلاص عم نروحها إذا بدك يعني اليوم يعني عم يعملوا شي مانو يعني خطر خطر صدقني ببعث الخطر يعني أنه أنت يكون مثلا مكان تصنع مكاني يصير هو منبر ثقافي دون حامل يعني يعني ما في هذا الحامل ما في عراقه إذا بدك أوكي ومع ذلك هو هو لأنه تقنيا متطور متطور فهو يعني قادر يعني بلحظة لاحقة يصير منبر يعني اليوم هيك هلأ شوف نحن شعرهم نحكي ممكن بعد كذا سنين نقول واو أوركسترا كذا تصير هذا المكان عنده صحيح يعني 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 يأسس أنه يوما ما في نقطة بداية قد تكون هي البداية ولكن بداية لا شك قوي يعني تقنيا 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 قوية يعني مؤثرة عم تقدر عم يقدروا الموسيقيين السوريين في الخارج اللي طلعوا لأسباب مختلفة ومؤخرا عملت أوركسترا سورية قدمت حفلات بكذا بلد أوروبي من الشباب يعني هن طلعوا بالأصل وظلوا برا وعملوا أوركسترا عم يقدروا يعملوا بصمة أم في مكان ما في حالة يعني انفصلوا عن المحيط فما عد قادرين يعملوا هذا المزاج الكامل الشباب اللي اللي عملوا هاي الأوركسترا السورين معظم عازفين جيدين وشباب كتير زراف في المناسبة وحتى يعني هن حابين يقدموا هذا الوجه الحضاري لبلده وحابين يعملوا شي بس هنهن كمان واعين بنفس مشكلة نقص الإمكانيات يعني كاحترافية كتقنية واحترافية هنهن أقلب كتير بدرجات كبيرة من أي أوركسترا موجودة أصلاً موجودة برا يعني تقنياً ما نعملوا متطورين لا يقدروا يعملوا شي هلأ وقت اللي بيعملوا شي له علاقة بالموسيقى العربية كمان عم يصطدم بنقص تمويل إلى آخر بس هنهن بالمحصلة معنون معنون مرتاحين يعني ما عم يقدروا عندهم كل حدا منهم عنده كم كبير من المشاكل إذا بدك وأنه وقت اللي هذا العمل حات صعبة هناك بأوروبا يعني هنا اللي يجتمع اللي يجي من مدينة للمدينة يعمل تدريبات يعمل ما في مؤسسة ترعاه وبنفس الوقت يعني أنا بشوف بأنه ممكن يعني يستعملوا أيضا يعني وقت اللي إنه نحن لازم نقول إنه هدول سوريين بقى بنعمل شغله هلأ ما لازم ما لازمنا هذا الموضوع ما بنعمل لهم شي كمان كله خاضع لحسابات مختلفة عن الموسيقى طل الصراخ هيك اسمه طل الصراخ شو يعني طل الصراخ هذا المكان اللي فينا نطلع نقول في اللي يمكن مو اللي حاسينه اللي جو اللي حاسينه كمان يعني اسمه يعبر عنه خلينا نسمع على المقطوع الموسيقية اللي حملت عنوان طل الصراخ ونكمل عم نستمتع بموسيقى الفنان عاصم مكارم موسيقتك عم تحميها عم تحاول تحافظ عليها هل في عنا شيء يعني مؤخرا صرنا نسمع بانه في تنازل على الأغاني في حقوق ملكية هل التأليف الموسيقي محمي في سوريا في مكتب لحماية الملكية الفكرية تابع لوزارة ثقافة هلأ هو مانو يعني هو بس مجرد بانه بيثبت تاريخ انه انت جيت بهذا التوقيت وجبت عمل ما ودعيت او نسبته لنفسك ما في لجان ما في لجنة مختصة تاخد العمل وتدرسه وتعرف اذا كان حرجت مبتكر او كمان هو بدوره مأخود اولا بس انا عضو بالشيء تاني بالجمعية العالمية لمؤلف يوناشرية الموسيقى اختصارا ساسين يعني هاي الجمعية الى مكتب تمثيلي ببيروت هون اقرب شي على سوريا ففي حتى في سوريين ممكن يكونوا اعضاء فيها هاي عالمية ولكن سوريا مانا داخلة بهاي الاتفاقية يعني بيقدر احدا يعمل يعني يسرق اي اطعاء ويعملها بسوريا هلا اذا كان العضو بالجمعية العالمية لحماية الملكية هون مختصة بالموسيقى لا في تبعات قانونية بس انه عموما كونه هون ما في ما نفعال كتير حماية الملكية بتلاقي انه التعدي على الفنان السوري على حقوق الفنان السوري يعني بكتير شائع وكتير وارد يعني هنه بيفترضوا بانه هلأ مؤخرا انا عندي اشكال ما هذا النوع في قضاء بينك في قضاء في اجراءات قضائية بلشت شركة افريكا اكسبرس اللي هي مقرة بلندن يعني اخدت عمل بكل بساطة ونسبته لنفسه وعملت منه حاليا يعني 500 ألف نسخة صار عامل العمل واسم يعني شو حطيت الاسم مع المؤلف كاتبة انه موسيشن أوركستر مو كاتبة المؤلف مين وما ننأخذين يعني اي سماح بنشر العمل او بتقديمه فهنن أخذوا ونشروا وعملوا ارقام هائلة كما بيعات وسوقوه هنا كثير هنا عندهم نظام حتى بالفاستيفال بالمهرجانات بالكذا في حقوق للمؤلف حتى لو بدك تعرض لايف بدك تدفع تماما في حقوق للمؤلف كل يعته هاي قدروا انه يتجاوز تماما افترضوا اوكي هذا الشخص السوري فإذا وسوريا بيوضع يعني وين هلأ بدوا يلاحقنا فأنا هلأ فرديا اوكي أنا عملت يعني شي قضائي تجاه بس أنا كمان بتسأل معك باسر بأنه الفنان سوري اوكي ضمن سوريا اوكي نحنا بنعرف الآليات خارج سوريا مين بيحمي طالما طالما مستشميك مع تماما المفروض انه يكون في جهة ما قضائية او رسمية خلينا اقول هي ممكن تمثله بهذا المكان او انه تحصل له حقويا المؤلفات الموسيقية اللي قدمتها بالالبوم الوان 2014 منوعة مثل ما سمعنا اجزاء مننا ورح نختم بقطعة كمان شو في بعد الوان شو متحضر وقديش قادر انه فعلا يعني على الاقل كل فترة من السنوات تقدم مجموعة موسيقية جديدة خاصة وانه عرفنا انه الوان حقق انتشار كبير وانباع منه عدد كبير من النسخ طمع هلا الفترة القادمة شوي رايح لاتجاه انه ركز اكتر على الاكوستيك يعني على كتابة الاوركسترالية اللي ابعت شوي عن قصة الموسيقية الالكترونية لروح اكتر لأعمال يعني فيه بزهني عدد افكار عدد افكار اوكي لانه تنكتب بطريقة ممكن تكون عمل من اكتر من حركة فهذا الاتجاه بلشت بلشت كتابة في عمل عم اكتبه هلا كمان احنا منصير مكان تاني بتعرف انه عمل موسيقي ممكن يستهلك معك فترة سنة كاملة انت عم تكتب عمل بس انت ما بتعرف حالك انه هذا العمل اللي تخلصه قيادة الاوركسترات قدبت عني لعك وشو بتضيف الالك كمؤلف موسيق هلا انا بالشكل اساسي مؤلف بكون قائد اوركسترات بعمل انا من تقليفي او عمل انا موضع بقدر انه بس حتى قدر وصل فكرتي بالطريقة اللي بتشبهني اما كشي تقني صرف مجرد انه قائد اوركسترات لا يعني ما شي من الاشياء اللي انا بعمل عادة او اللي بتهمني ممكن تخطب باتجاه تأليف الموسيقي لعمل سينمائي لعمل مسرحي لعمل تلفزيوني هذا وارد جدا حسب يعني وقت اللي يكون في عندك فكرة جيدة وامكانية لتنفيز ها بشكل جيد فأكيد ممكن تأليف الخاص بالتلفزيون ما نضطر انا ضد الموافقة المسبقة على عمل ما يعني ضد انه اوكي ايا يكون هذا العمل فأوكي انا سأعمل شي بالدراما لا الموضوع ما هو الموضوع انه انه يشبهني المحتوى الفكري للعمل انسى المحتوى الموسيقي فقط انه هذا العمل شو يقدم شو يعني بيقنعني للي انا كمشاهد كصاحب فكرة بيتقاطع معي بالطريقة اللي بفكر فيها فأوكي اذا ما بيتقاطع معي بعيد عني برفض محتوى فأكيد ما رح اشتغله يعني شو مشاريعك المقبلة يعني على المدى المنظور هلأ على المدى المنظور كان في مشروع بلشنا تدريبات في توقف شوي اللي هو باند اسمه يوفيرسا نقدم شوية موسيقى كاتبة لتشكيل اصغر لانسامبل صغير 17 عازف واركستر كبيرة هذا المفروض كنا نعمل في يطلق بشهر اثنين شهر اللي نحن فيه حاليا تأجل شوي لفترة شوي افضل تكون هذا من المشاريع اللي حنتابع فيها لاحقا وفيه شي ممكن يكون خارج سوريا كمان بانتظاره بتمنى لك كل التوفيق وبانتظار كل الجديد بتقدمه عاصم انت من الاسماء اللي فعلا نحن فخورين فيها ونحن بحاجة لتكريسها وتقديمها بالشكل اللي بيليق بموهبتها وبحرفيتها العالية شكرا لانك لبيت دعوتنا شكرا لك باسل شكرا لكل طاقم اللي نختار شكرا باس المحرز